جرى نقاش حول الموقف المصري من موضوع الحرب في اليمن هناك تضامن مع مشاركة متحفظة نوعا ما لم نشعر أن المصريين متحمسين لأي تدخل خارج الحدود المصرية بسبب الأمن المصري الحالي هل هذه المرة بإمكانهم طالما اقترحوا مشروع لتحالف عربي من نوع آخر أن يكونوا أداة أو نواة لتحالف اسمه هذه المرة أن يتعارب لكن بإمكانه أن يكون دعني أقول حلا وسطيا ما بين الخيار المصري والخيار الذي يقدمه ترامب يعني مصر بالتأكيد مشاركة في التحالف العربي في اليمن وجود البحرية المصرية في البحر الأحمر قدرة مهمة لكن كما تعلم أن مصر دايها خبرة عن التدخل في الحرب في اليمن في ستينيات وتلك الخبرة بالتأكيد بتطرح بعض التحافظات على انتقال الجيش المصري إلى اليمن لكن مصر من رأيها أنه ممكن حل الموضوع اليمني عن طريق التفاوت وعن طريق السياسة وضمان سلامة الدولة اليمنية والمحافظة على أمن اليمن بكل اتضام كل القوى الوطنية الداخلية والوصول إلى حل سياسي معين ويدك القضية أن نحن لا نعمق الخلافات بين القوى الوطنية المختلفة وإنما نحافظ على الدولة الوطنية لأن المشروع المضاد الذي تقود قطر وتركيا هو تدمير الدول الوطنية في مصر استنادا على مشروع الإخوان الذي يعطي للجماعة الحق هو لن الجماعة وليس الدولة فالدولة هي كما قال سيد قد عفنة من الطراب فتلك المفهوم الغريب للوطنية عند الإخوان المسلمين يتصادم مع المفهوم الوطني كيف تفهم من خلال هذا التحليل كيف تفهم وجود هذه الدول التي تقاطع قطر مع قطر سواء في الاجتماع العسكري أو في المجتمع الوزاع الخارجي هل هو اجتماع تقني فقط بإمكاننا أن نتجاوز الخلافات لمدة ساعة ساعتين وبعد ذلك؟ لا يعني حضور قطر بالتأكيد كان يشكل تناقضا كاملا لأن تلك الدول كلها تتناقض مع المشروع القطري لأن المشروع القطري يطبق المشروع التركي اللي هو الدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية بشكل محدد هل الولايات المتحدة تصورت أن هذا الخلاف بالإمكان تجاوزه وهامشه إلى درجة أنه اجتمعه؟ الولايات المتحدة كما قلت ليس لديها استراتيجية وإدارة أوباما مشوشة فهو كان يدعو إلى تحالف تقود أمليا ترامب ترامب فهو يهاجم المملكة العربية السعودية ويقول أن نحن نحميها ونعليها أن تدفع من أجل حمايتها ويقول أن العرب يعني ممكن في 12 دقيقة إيران تتغلب على الدول العربية في لحظات